بالصف التاسع يعطيكم الف عافية يا فخمين كيف حالكم شو اخباركم ان شاء الله كنتوا مبسطين باول حصة شرحنا فيها قواعد وانبسطتوا عليها بطريقة ممتازة يلا تعالوا عنوياكم ننتقل لموضوع اخر طبعا نشتغل احنا حسب ترتيب اوراق العمل امرطيب لكم الامور بطريقة حلوة لا تنسى يا طالب يا صديقي يا عزيزي انك تبعت لي على الرقم المعروف اني اضيفك على اليقربات وتحصل اوراق العمل صفر سبعة اذا مش مبين الرقم تمانية ستة خمسين ستين ستين هذا ورق العمل بسهل عليك دراسة هاي المادة الجديدة اللي هو البيرسون هاي نوت وهو من المناهج اللي كويسة وباذن الله تعالى راح تستفيد منه كثير يا استاذ ان شاء الله بس يطرحوا لكم السنة الجاي المنهاج الجديد لا الصف ايش العاشر طيب القطع اليوم حلوة 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 هاي راح يقلم حتى تمام القطع كثير حلوة اليوم ومرتبة وبتحكي عن موضوع اسمه الفرينشيب شو مانا فرينشيب الصداقة طيب هي فيه النقلم ثاني هنا من صديقتنا الشاشة بشكل عام فيه انه واحد اسمه عالمة النفس ولما اقول لكم علماء نفس في غير يعني فيه فرق بين اقول لك هذا دكتور نفسي وعالم نفس عالم نفس يعني بدرس العالم والناس ما بيعالجهم ايوة طلع شو بحكي لهم بداية شو احلى هدية بالحياة سيارة تلفون لا ايفون اوكي هاي حلوة يعني اشياء زي ما تقولوا اه مادية بدنا اشي الاحلى من هاي الهدايا شو هي تعالوا نشوف بقول لي سايكولوجست يلا اكتب لي عندك سايكولوجست عالم نفس سايكولوجست بسموه عالم نفسي جماعة الخير اسمها رولة سلامة شو مالا فرنشيب ده تحكي عن موضوع الصداقة ايوة بما انه نحكي عن الصداقة اليوم منشن اعز صديق اليك وليس صديق جيد ركز اه قوية هاي قوية اعز صديق اليك وليس صديق جيد في فرق بين الصديق الجيد واعز صديق على الاطلاق كل انسان عنده صديق عزيز كل انسان اذا ما عندك صداق يعني اصدقاء فالمشكلة مش بالناس اللي حولك انا عالم النفس محمد ابو حسان بحب اعرفكوا عن نفسي المشكلة فيك انت يا صديقي انك انت مش صديق لحد اخر انت زي ما تقول انسان اه يعني غير اجتماعي انطوائي بتخاف وبتهاب وعندك تردد وعدم ثقة بالعالم والناس فلازم تكسر هذا الحاجز ايوة وتدوع او تكون صديق للناس فبيبين معك الصديق الحقيقي وبتنهل المشكلة خاصوش داعي نكمل القطع بباني شرحت لكم الموضوع يلا تعالوا نشوف شو القصة طيب طبعا هنا محطوط عندنا فراغات بكل فراغ بشكل عام راح نعبي عنوين كمان شوية راح نحكي عنها ونعمل فراغات معاني وحصتنا اليوم راح تكون شوي هيك دسمة من باب ننجز انا وياكم يب اول ما بلش قل لي تو ومن عنا هنا سيدتين تو ومن اهو ار سيتنج فيه اتنين نسوان اتنين نسوان يا جماعة الخير ار سيتنج جالسين او جالسون جالسون نسوان جالسون واو واو ممكن توقعاتي ديروا بالكو اللغة العربية ما الدكتور محمد محروس راح يشرح لكم القواعد مجانة عم نص الدراستك تمام قاعدين بكافية يعني السلم وان قاعدين بكافية قاعدات بكافية بيشربوا قهوة ومش قهوة ومش قهوة ومش اجواء يا سلام ويقومونا بشرب يعني هم بكافية فاكيد اكيد يعني اضعف الامان بدهم يشربو لهم فنجان قهوة شو بدهم مين هم اللي بيشربوا هدولة اللي هو عن مين بنحكي احنا عن عدولة التنين تنتين نسوان اتنين من النسوان اتنين من السيدات تمام احنا بنسميهم نسوان ما عاربش ليش من النساء يشربون تمام يشربون ايش بيشربوه استاذ كافي قهوة بالله تصبوها القهوة وزيدوها هيل بتغني اه وزقوها للنشامة واحد ليه بتغني احنا ديين ناخد حصة دقيقة طول القلم اللي وقع طولوا بالكو علي شوي لان هذا الجنم بزعجني انا بيشربوا قهوة ومشاركة وبقوموا بيشاركوا بعض في يعني از ما تقول اه قطعة من كعكة الشوكولاتة او يعني من الشوكولاتة يعني خلنا نحكي من كاكة الشوكولاتة يعني ما شاء الله عليهم بكلولهم كاكة شوكولاتة قطعة صغيرة مع شوية قهوة والاجواة حلوة شوف النكد شوف النكد يا كبير تعالي نشوف شوف وان مومن اس توكينج يعني في سيدة هون توكينج تتحدى the other women السيدة الاخرى اهو السيدة الاخرى كويس بعدين او استاذ شو بيصير قاعد is listening تسمع carefully يعني واحدة بتسولف تقولها اه والله وكذا وهيك واشترينا براديو بش براديو وزبطنا وكا والتاني قاعدة اه اه ما شاء الله ما شاء الله تمام تمام carefully بتسمع لها بحذر then the first woman وسيدة the first woman السيدة الاولى في القاعدة اهه seems تبدو يعني هي بتسمع لها من هي السيدة الاولى هاي اللي بتسمع لها ساد حزينة انبين عليها زعلانة ماكلي ككل بمليون لغة المهم she starts crying وبدأت في عملية البكاء لا حول ولا قوة الا بلا طب ليش يخت ما كنا من تسولف وشكولاتة والجهوة والجو حلو ليش النكاد يعني ليش قررت تنكدي عيطت كنه في ايش مدعيقها وكذا وما قدرتش مشاعرها بعدين قدت اه اسمع بلاش تعيط تمام المهم the other women السيدة الاخرى هس المفروض هس هاي لو صاحبيتها عن جد يعني هتصير تقولها اسمع ايه بقيت كل مرة منها نطلع بدك تعيطي بدك هاد انا مش قاعدة معاك واخر مرة اطلع معاك وهيني طالع ما عملت هي دير بالكو ايوة doesn't speak سكتت لا تتحدث سكتت والله صور she just hand قامت باعطاء باليد قامت باعطاءها اعطاء ايش companion هايذه الرفيقة اللي قاعد معاها بالكافيك companion معناها رفيقة tissue وراء منديل منديل احنا بنسميه fine احنا بنحكي له هات fine fine اسم الشركة الله عدمنا اياكم tissue بالانجليزي اللي بتحكوا عنها fine اسم الشركة منديل قلت له خدي مسح دموعي خلص قلت الحلال يلا ما ليش بتسير الحياة اول ميت سنة صعبة بعدين تفرش خلنشرف انجان جاو سمتها البدن والروح بالله عليك المهم the first woman هذه السيدة الاولى اها السيدة اولى مين اللي كانت زعلانة وبتسمع وكذا stops crying توقفت والحمد لله توقفت عن البكاء crying عن البكاء وسمائلز وابتسمت وابتسمت حلو وايش وابتسمت بس نحل الموضوع فيش داعي انت كل مرة بتنجد علي انا بتعايد اتطفعين قالت لخاص مسح كان بتتفرغ فضفضت لها بس اذا الاصدقاء الحقيقين بس هم بفضفضوا مش ضروري انت تحلله المشكلة يعني كل ما يجي يقول لك انا وعندي وتعمل حالك بطل عالم تحل المشكلة اسمع له وشوف شو بده وقول له تمام هو بس بده بده اياك تسمعوا بس اسمعوا وخلص اكيد مش رح تنحل المشكلة بس بكون فرغ اه خبيرة خبيرة هاي اختنا رولة السلامة اعطتنا مثال عن حيجيك سؤال كمان شوي بقول لك في مجموعة من العنوين هون مع الفقرات اللي فوق حس اللي انا حكيته انا اياكو فوق حسب القصة يعني العنوان الاول يا جماعة الخير اه عن ايش بيحتي عن يعني تقديم يد المساعدة ولا بيحكي عن دعني يعني اقرب من القريب اقرب من القريب يعني اقرب من قريبك مثلا اللي بعيد عنك قريب والقريب عنك بعيد مثلا اه فيه تشابه تشابه مثلا كيف نستمر نستمر بايش منشوف هسا بالقطعة مثال على الصداقة مثال على الصداقة توقعتي بيّنت معك اللعبة اه لنبدأ لنبدأ نبدأ بايش مش عارفين نبليش نعيط مثلا مش منطق إنما صديق يكون ليس صديق اه هاي جوية ليس عندما صديق ليس صديق فإنت دوري حتقول لي أستاذ الأولى إيه الأولى شمال هاي رح نرجع هون ونقول له إجابة الأولى إيه ليش لأنه هذا مثال على الصداقة لما تشوف صديقك باييت عطيه فايني طب أستاذ كل مرة عطيه فايني لا بس يعني هذا مثال على الصداقة يعني هو مثال واحد ثاني مراش موتو كب كله تعيطش المهم خلصنا من مثال الأول خذ سكرين شوتاتك لتجزل أول وتعال نشوف الجزء الثاني شو بيحكي كويس خلصنا من جزء الأول أمور حلوة طب الله المنهاج حلو يا جمال خير ليش بحقا أنه الناس صعبة لمشي عالم المهم حسب علماء علماء النفس علماء النفس اللي بدروس العالم والناس آه حلو إحنا هنا هاي مهم يديروا بالكم هو شير إحنا دائما يعني منرتبط في ناس نرتبط إحنا منحب نرتبط بناس يقومون بمشاركة تمام يعني هون زي في قوة جذب آه تمام جهائل هيك متجذب هيك جذب تمام نجذبهم يعني منجذب إحنا لناس شير بنفس الخلفية أو العقلية الاجتماعية وال يعني الناس منتشابه إحنا بالخلفية الثقافية خلننحكي ده السيم الخلفية الثقافية آه خلننحكي مثلا يعني كيف ده قولك البيئة اللي عايشينها آه المهم إنه باكي جراون باكي جراون زي مثلا كيف أنا لما تكون عند الصورة هاي اللي وراي شو سموها باكي جراون بس أنا ما بحكي عن هاي الباكي جراون لا لا أنا بحكي عن خلفية الحياة اللي عايشينها كويس أبينيونز آراء وأفكار إحنا منحب الناس اللي نتشابه في هذه آه الخلفية الثقافية بغض النظر شو موضوع لسه ما عرفنا الآراء تمام اهتمامات اهتمامات كويس جميل جدا آه نفس الشخصية يعني احنا منجدد ننجدب لنفس الناس اللي بنفس الشخصية والله أنا شخصية النار أو شخصية المي أو شخصية بغض النظر الاندفاعي العصبي الانتوائي بتشابه تمام and even physical appearance والمظهر الفيزيكال والمظهر appearance معناها مظهر فيزيكال الجسدي تمام فبقول لك هو حسب الدراسات اللي بعملوها انه الناس بنجدبوا مع بعض في الأشياء اللي بتشابهوا فيها طيب تشوف اللي حكي صح ولا لا مثال بدي يعطيني example اكتب هنا كلمة example مثال على هذا similar التشابه اي الواحد لابس glasses نظرات اي شخص لابس نظرات often sit يجلس اي حدا بلبس نظرات عادة في المدرسة بالشارع يجلس next to other people بجلس جنب ناس with glasses ناس لابسي نظرات سيبق من نظرات السلعان بمشوا مع السلعان اسمه اي طخة بالله عليكم اخدوا هذا المقطع ودووا لي الى اثنين نادرك طيت وليسي الدبابس ليسي الدبابس يشرح كيميا وستر نادرك طيت محليكنا في الريضيات تاو اثنين فيش عندهم شعر هس انا مش بتنمر عليهم لانه عندي شعر هم فيش عندهم شعر هدول اثنين عاملين رابطة السلعان في الاردن كويس هدولا بيجذبوا مع بعض يعني انا لما بقعد معهم ما ليش داعي لانه انا عندي شعر خلاص اتفقنا بالله عليكم لا تتبضحوني بس انتوا يعني منشنوهم المهم مش تنسوا يلا واعمليلي اياهم هيك احطوو ليهم على انستجرام وشيرولي اياهم تمام المهم الذي يقال الذي يقال يقال الحكي الكلام بيقول يعني زي ما بتقوله المضادات الضد خلنا نسميهم معناها الضد بيصير فيه بناتهم جذب الناس بتعودة اني انا عندي شعر بنجذب مع الاقرع مثلا والاقرع بنجذب مع الماشعر مع انه ليث نادر خربوا الدنيا اثنين قرعان مع بعض مشكري هاي طمام فهونا هاي المقولي خربت هذه المقولي خربت وابيرز نتو بي ترو انه تبدو هذه المقولة اهه نتو بي ترو ليس صحيح ليست صحيحة ليست صحيحة يا جماعة الخير خربوها نادر وليث مع بعض خربوها ليست صحيحة هذه المقولة ليست صحيحة اما انا ومحروس مثلا انه شعر بنجذبين مع بعض اهه اذا هاي المقولي مش صح كويس محروس الدكتور محروس بدرسكو عربع منصة الدراس تك حيلو هاي بتعطيك مثال اخر اذا انت بتحب الرياضة اذا انت بتحب الرياضة طبعا ليست نادر ما بيحب الرياضة فعشان يك انا ومحروس من نحب الرياضة مثلا منلعب فيه فما بعض نادر ليست بلعبوش فيه فما بعض مثلا مفيفتو كيف اها حلو الاصدقاء هدول الاصدقاء رايحوا يكونوا يحبون يحبون شو الرياضة وهي عالمة النفس راح تجيبنا فرض معنا ابدا فريق منصة دراستك تمام 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 طيب حسا حسب هادا اللي اشتغلنا بدنا نختار له عنوان اه فقراء رقم تنين فقراء رقم اتنين يا جماعة الخير بدنا نختار له عنوان مع بعض يلا شو فيه عنوان هنا ممكن يزبط ايوا 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 متشابهون نتشابه بنفسيتنا انه نفسيتنا زي بعض اه حلو اذا باجي بقول له شو بنختار شو بنختار يلا شفتوا بالله انه من نص حلو بالله عليكم وين راحلون الاحمر يا لون الاحمر وين راحت حلو ولا مش حلو حلو كاملوا معي والله حلو القطع يلا الاصدقاء الاصدقاء الجيدون الجيدون صديق جيد حسنا مش ضروري كل ناس كل الاصدقاء يكونوا اصدقائك القريبين منك في اسم صديق جيد في اسم صديق مش كويس دايما اهليكو هاي بالله عليكو عن جد رد عليكو لما ابوك او امك يعني ابهاتنا وامهاتنا الله يخليلكو اياهم تاجفو وقراسكو يحمولكو اياهم يا جماعة الخير لما يقول لك الصاحب ساحب صح الصديق لإلك ما بدرس رح تتأثر فيه ما رح تدرس اه بدرس رح تدرس رح نتأثر ما تقول لي كلام الأهل بيكون ثقيل عليكم مرات ولكن الكلام صح لأنه مروا بتجارب الحياة فهو بيحكي لك تجربته بالحياة فانطقي صديقك بالطريقة جيدة الله عليك ابو حسان حكيم وصاحب خبرة طيب اه اقلبك يا جماعة الخير اسمعتكم المهم بيقول لك الاصدقاء الجيدون هدا شيء ممتع ممتع حلو انه يكون عندك اصدقاء مناح تمام شبابنا مناح تبي وذ ان تكون يعني شيء ممتع انك تكون معهم بذيو لكن هدول الاصدقاء الجيدون البيست فرند اي مش البيست البيست هارد توفايند بين الصعوبة ايجاد ايجاد هدول الناس صعب انك تلاقي هدول الناس طيب طالع هون شو بتقول لك هاي عالمة النفس خطيرة هاي إنه صحيح صحيح بإمكانك خلنا نحكي عمل الكثير من الكونتاكت من العلاقات خلنا نحكي او الصحبة والاصدقاء عن مواقع التواصل الاجتماعي تقدر يفوت عندك ست سبع تلاف فرند بس هل كل هدول فرند كويسين نارف تعلم شو فمن الصعوبة انك انت تلاقي اصدقاء جيدين ولكنه صحيح انه ممكن تعمل علاقاتي كثيرة على السوش الميديا تمام هل هل هم هون اصدقاء اصدقاء حقيقيون 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 هل هدول اصحابك عن جد عن جد عن حق هدول اصحابك أو هم ما عارفوا بس خلاص بتعرفهم زي السمو عليكم السمو عليكم وعليكم السلام اضلني رايح سلام عليكم عليكم السلام اه مثلا يعني شو رأيك طيب هل انت بامكانك ان تكون صريح معهم يعني هل انت ممكن تكون بتحكي معهم بصراحة صريح مش خايف تحكي اشي معهم هدول الممكن انت تفوت عشر شميت تقوله مرحبا بتحكي لك سلافي والله هيك وكذا لانك صاحبك اه في انتو كيف سؤال منطقي هل بإمكانك الاعتماد عليهم انك مرحبا كيفك انا في مشكلة تعال مش هم الله لحقني امرك جربت بتحس انه لا صاح اه بتحس اه اذا كان اه صديق حقيقي اذا كان لا اذا مش حقيقي تمام كيف تكتجرب صديقك او صاحبك انه صاحبك صح وكويس شوف قديش انت ويا بتحكو في موضوع كويسي وبصراحة مع بعض وما في حدا مخبع الثاني اشي وما في اشي مبطن اثنين لما بدك ياه في موقف وليه تموت اذا هذا صديق هذا صديق رائع كويس sometimes طلع هنا اجابة هذو السؤال sometimes sometimes yes sometimes no اقول تلنبي اه احيانا او في بعض الاحيان احيانا we don't even know لا نعلم احنا لا نعلم هاي هي المشكلة if an online friend صديقي تعرفت عليه عن طريق الانترنت online يعني صديق عن بعد انت تعرفت عنه عن بعد تمام is a real person هل هو شخص person حقيقي real حقيقي اهو هذا يعني يعني بعطينا سؤال منطقي or someone with a fake identity لهو عبارة عن شخص بهوية fake مزيف fake هذا صديق مزيف ولو بس خلص شخص بضحك عليك صلاة خير مساء الخير يسعد دينك حبيبي منور مشي منور ولا بس هيك اظم الله اجركم ومثلا ما شفناهوش ببيت الاجر مثلا مش حالف اه منطق طب فقر الرقم ثلاثة شو رأيكو شو الانوان اللي بناسبها يا جماعة الخير يلا when is a friend is not a friend لما صديق الانلاين هو مس صديقك اذا ما بقوله جي 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 هيجي يا السلام شوف محل الفقرة هيجي شوفتوا كيف محلها هالفقرة فيها اي مشاكل منطق اذا هاي عالمة النفس عم بتساعدك انك تحل مشاكلك وهاي الفقرة جدا مساعدة بتخليك انت كطالب بصف تاسع انسان بلش تشوف الدنيا ترى ديره بالكو انا وعيت على الدنيا بصف تاسع انا بقول لكم حسيت اني هيكا بلشت ااخد قرارات في حياتي مصرية زي لازم ادرس لازم اجيب بعدة لازم بالتوجيه اعمل لازم بلشت اسمع في كلمة توجيه ترى الصف التاسع مهم فعشان هيك لما بقول لك تصنيف تاسع اذا انت في وعي بلش الوعي عندك يشتغل دير بالك كويس يلا لبعدها اه طبعا احنا ما اخدناش سكرين شوتات لكل هادل حكي فاذا بتكتوا اخدوا سكرين شوتاتكم يلا اخدوا سكرين شوتاتكم مع ان اي مشكلة يا اصدقائنا الفخمين جدا 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 الحصة بتكونوا مستمتعين ترى انا رح اشرح يلكم هادية الفص الاول بإذن الله تعالى بكاملة على اليوتيوب بس مطلوب منك تفوت على القناة تعمل سبسكرايب تضلك تحط لي كومنتات منشن اصدقائك الصديقاء الاصدقاء الحقيقيين والغير الحقيقيين بدنا المحتوى تدعموه عشان اه نمشي معاك واديروا بالك يلا اه نحكي عن الصداقة والصداقة اللي الصداقة شو ما لها استاذ الصداقة الحقيقية الاصدقاء الحقيقيون يدوم او تدوم هذه تدوم هذه الصداقة مدى الحياة شو رأيكم انتم اذا الصداقة كانت حقيقية هل ستتوم تدوم مدى الحياة انا وجهة نظري اه بس ما تكونش انت اللي قدعت اللي حواليك دير بالك او مش عاوز حركة كمل عشان تكون عندك صداقة مش مصلحة صداقة حقيقية انه استاذ انت عمرك كان عندك صديق وعندك صداقة ودامت الى الابد ياس ورحمة الله عليه صديق محترم جدا من بعده كتير حسيت بمعنى الصداقة آآ كتير يعني فيمتو كيب بس هو مش شاب زي هو اكبر مني بالعمر شوي ولكن رحمة الله عليه جماعة الخير هو صداقة حقية فيه آآ آآ فيه اصدقاح ولاي كتير بس في صداقة حقية فاترحموا علي بما انه احنا جيبنا سيرة رحمة الله عليك تمام يجب عليك القيام بثينجز شو معنا ثينجز بدناش نقلبها فقالت حزن ومش حزن انا حكيت القصة من باب اني بأكد كلامه اديروا بالكم كلنا بالاخيرة يعني باذن الله تعالى في يوم الايام رح نكون ان شاء الله كلنا بالجنة ورح نشوف بعض وكل احبابنا وكل اللي فقدناهم وكل العزيزين علينا كلهم كلهم ان شاء الله رح نلتقي فيهم في اليوم الموعود واليوم ان شاء الله اللي بتكون كل الناس في الجنة باذن الله تعالى يعني ان شاء الله كلكم من اهل الجنة باذن الله تعالى تمام فهذه الاشياء we need to do things together اذا هذه الصداقة we need او you need to do things together لازم تكون هالاشياء تعملوها مع بعض اهه يعني يكون في مشاركة بهذه الحياة تمام مع بعضنا البعض زي اكل شرب غدا اهه مشاركة your feelings مشاركة المشاعر لما تكون زعلان تروح تعمل يلا مشاركة share مشاركة feelings المشاعر يا سلام كمل معاي يلا and opinions والاراء نختلف بين اراءنا من اجتمع على اراءنا وكذلك تمام studies طلعوا شو الجواب بتاع وبقول لك في شوية studies دراسات صارت how that true كيف انه حقيقي true شو معنا true حقيقي that friendship ان الصداقة ان الصداقة تبقى على قيد الحياة يعني تدوم هنا تبقى على قيد الحياة يعني الصداقة بتظلها مستمرة وتدوم 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 even when friends are different حتى لو الاصدقاء كان بناتهم different countries يعني خلنا احكي في دول مختلفة يعني اكيد اكيد في يوم الايام كان عندك صديق عزيز سافر برا البلد روح اكيد روح تضل هالصداقة مستمرة مع بعض وياما شوفنا قصة زي يعني حلو but only if you keep in touch اه هون اللغز ان تبقى على تواصل ما هو مش معقول انت صديقك يسافر برا البلد وما تتواصل اشماء نقول اه احنا لو نبعد عن بعض خمسين سنة حنضلنا اصدقاء لا هذا الحكي غلاص اللي بعيد عن العين انا انا بالنسبة لي يعني هاي وجهة نظري البعيد عن العين بعيد عن القلب معروف بس خلص مع انه صديقي وما انه مشاكل مع بعض بس يا اخي لازم يضلوا keep in touch keep in touch خليك على تواصل 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 if you don't friendship can die اذا لم تواصلت اذا لم تفعل هاد الشيء هذه الصداقة can die بامكانها ان تموت وتنتهي للأسف فهدير بالك طيب لو قلتي لك تعني اختار عنوان لهذه القصة الفقرة الرابعة يا جماعة الخير فهتقول يلا how to keep going يلا كيف ضلك نستمر بها الصداقة كيف نستمر خليك keep in touch keep in touch keep in touch اذا عنواننا keep in touch خليك على تواصل معه لا تقطعه ولا هو يقطعه خليكم يتواصل هو قطعني بحاول اظن استمع بقيت في الشأمال خاص بدور على صديق اخر اهه الصداقة حلوة ديروا بالكم الحياة بدون صداقة مش حلوة ديروا بالكم جماعة مهم الصداقة لمعدها مثل قديم يقول مثل قديم اقول الجدتي مش فيه امثال قديمي بتقول على مثل جدتي مثلا شو فيه امثال بتقول على سبيل المثال من شابه ابا ما ظلم طب بتجرع لت امه بتطلع البنت لأ امه بدريش عاد فيه انهم امثال قصص حلوة يعني طب هاي الامثال القديم بتحكين افرند الصديق حلوة هاي اه ركزوا ركزوا فيه بلا عليكم الصديق ازنيد الصديق الذي نحتاج اه لو مرحب يا صديقي والله محتاجك في موضوع از افرند انديد هو الصديق بحق يعني افس ابسطها لك صديق بحق لما انت تكون واقع في مشكلة في قصة كذا اللي انت ذكرته جوه راسك هو صديق هو صديق قد نظر اذا هو مش حاس حاله صديق هذا موضوع اخر انت اللي خطر عبالك وطلبته واحتجته كم اذا هو هذا الصديق اللي ببالك استاذ ما فيه اذا فيه خلال عندك فيه عندك خلال لازم نعالج اليوم جايين نعالج موضوع الصداقة يا سلام that means you can tell who فهذا يعني هذا الكلام اللي اللي حكيته بدنا نفسره يعني شو التفسير you can tell who بامكانك ان تقول you can tell who your real friend من هو اصدقائك من هم الاصدقاء الريل الريل حقيقي مين هم اصدقائك الحقيقيين تقدر تقول لي مين هم اصدقائك الحقيقيين عندما تكون في مشكلة فامين اللي بترني عليه في المشكلة وبيجيك اذا هنزل صديقة هس انا كاستاذ محمد يعني خلني نحكي بالثلاثينات عم بعطيك الخبرة الموجودة خلني نحكي كطلاب مدارس يعني لما كنا في المدارس هس مع الحياة راح تتعلمه اكيد بس هو مختصر عليك كلها الدينية قبل ما انت تروح تجرب هو ام بقول لك يعني النصيحة مفيدة هون طيب الاصدقاء طلع شو بقول لك الاصدقاء الريل الحقيقيون الاصدقاء الحقيقيون ما نهو بظلوا معك يبقى معك يبقى بجانبك يبقى بجانبك اها ويساعد يساعدك ويساعدك عندما تحتاج هدولا الاصدقاء اذا لاحظين لن بتقود على الفرنز طيب they never let you down ابدا 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 نفي هاي ابدا بحياتهم ابدا نفي down لازم تقول let you down يعني خلاك يعني down يعني فشلك عمره ما فشلك ابدا لم ابدا لم ابدا يعني نفي خلنا نحكو هنا بمعنى النفي عمره ما فشلك موضوع الفشل اه ما خلاك تفشل او فشلك بما معنى or turn their back on you او اضار ظهره لك ادار ادار ظهره ظهره لك يعني عمره ما يعني ما قال لك اسمع اروح لاني وضل لا ما هذا مش صديق الصديق حقيقة ما بعملها بيساعدك وبوقف جنبك وبدير باله عليك وكذا يعني داما اعتبر استاذ محمد هو صديقك بيساعدك في المادي وبدير باله عليك ومشان الله وقدرس وشد حياة لك وبدنا اياك وكذا هذا الصديق الحقيقي يعني انا استاذ راح اكون صديق لالك ماشي بس انت في حياتك دي يكون في عندك صديق انسى صديق لانه في المادي وفي الحياة كده بس انت نازم يكون عندك صديق في المادي وفي الحياة والسلام محمد مش ضايل لك يوم يومين وكده لا تخلص دراسة بس في ناس دي تضلها معك لعمر كله حلو 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 هاي الفقرة شو ممكن نعطيها عنوان بما انه هذا المثل يعني ما زبط اللي هي الفقرة اللي ايش وصل نحن اللي هي الخامسة يا جماعة الخير فرحات يقول له اذا صديقك هو هلب يقدم مساعدة اذا المفتاح نك كلمة ايش هلب هيها صديقك الحقيقي اللي بقدم لك ايش مساعدة يا جماعة الخير حلو تمام هس احنا بناخد الفقرة الاخيرة بناخد سكنشوت لهذا الجزء تمام يلا مع بعض حلو هادو سؤال منطقي ما الاختلاف ما هو الاختلاف طبعا في انجليزي من الشطارة تضلك ترجم كل اشي خلص انت فهمت الفكرة قطع يعني فهمنا الفكرة يعني جوابنا السؤال يعني حلينا المعنى يعني امورنا تمام يعني جيبنا علامة حلو ما هو الفرق بينها صديق جيد صديق منية يعني مش مؤذينة وبست فرند وصديق حميم صديق حميم اه فكر فيها تعال فكر فيها صديق حميم يعني هذا صديق كريب علي كتير اوكي ماشي اندي كتير اصدقاء كويسين بس هذا الصديق اللي برتاح له هذا الصديق التمام هذا الصديق الرائع اللي بدون ما احكي بيفهم عليك يا الطائر اه بدون ما احكي له بدون ما احكي له بدون ما احكي له بدون شوار ما دابل انتم مهم ايوه سعدين شوار ما يجبها الخير المهم طلعا كيف دي اعرف لك الصديق الجيد شو ما اعني جود فرند الصديق شو ما له الجيد طلعا شو دي اعرف لك نوز يعرف صديقك الجيد هذا الجيد يعرف عن حياتك عن الحياة حياتك انت مثلا اهو 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 بيعرف عن الحياة اما الصديق الحميم لفز يعيش الحياة الله اكبر يا جماعة الخير شو في الكلام محلا يعيش حياتك هو عايش حياتك هو بيعرف النفس اللي انت بتتنفسه ده انك مزايق بايكفروا منه ما دول اصدقاء الصديق الحميم اهو طيب غيريك شو بيقول لك ماذا تفكر هدي كل يوم جاعد مع صديق الي معين بيقول له هل تفكر فيما افكر قال لي لعم انه افكر بنفس الشيء لقيته مش نفكر زيه هادا مش صديق هادا صديق جاي هادا منيح هادا منيح في حياتي بس مش اللي فراسي لا 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 تمام حيلو and how you feel وكيف الشعور تاعك زعلان مبسوط دو ما تحكي انه اه ام بيجن عليك زعلان مبسوط كده you don't have to pretend لا يجب عليك ال pretend التظاهر التظاهر بايش التظاهر التظاهر ليش هيك القلم معي اليوم التظاهر التظاهر بايش استاذ when you are with your best friend مع صديقك الحميم فيش داعي تورجي انه انا هو مبسوط هو عارف انك مش مبسوط you can be yourself بإمكانك تكون على طبيعتك بإمكانك ان تكون مع صديقك الحميم على طبيعتك 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 يمكن تكون زي ما انت بغض النظر شو صاير معاك ما في داعي تمثل قدام انت ممكن تمثل قدام الناس اللي كويس بس صديقك الحميم هتكون على سجيتك وعلى طبيعتك طبيعتك تمام اذا الفقرة السادسة شو نيجي نقوله هنا شو العنوان اللي بصبط للفقرة السادسة closer than closer هو اقرب عليك من القريب هو اقرب عليك من ابوك وامك واخوك وكده يعني بتحس هو اقرب واحد للك عشان انك دائما بتروح له حلوة اللهي هاي خبيرة طلعت فنانة والله انها فنانة ويعني اختصرت لكل حياة بكلام جميل جدا واحنا وصلنا لكل امور بطريقة حلوية يلا خد سكرينشوتتك يا كبير زيكا القطعة خلصت طبعا ليش بلاشت بها القطعة ومش بالقطعة اللي قبلها لان هاي بتحسوها اهم في المعنى والكده لو قبلها بتحكي على القريب وخالتي وعمتي وجدي وكده يعني موضوعها سهل لا تخافه طيب نيجي على الاسعلي يلا الاسعلي خلص هيك القطعة خلصت بالله عليكو حلوة مش حلوة طيب السادة بعدين درسنا القطعة شو نقوم الحل اسعلي نشوف فاهمين ومش فاهمين شوف السؤال شو بحكي اقرأ هاي المقالة قرأناها قرأناها بسرعة يعني الفوق شو بده منه نقرأ مع بعض تلزي ستوري عم بحكي لنا قصص كفية يعني هالموضوع كله عن اتنين نسوان بحكوا بالكفية هلا هي بتحكي عن الناس بشكل عام هي بتحارف تعرف لك مين هو الصديق بس يعني كل الفقرة مين هو الصديق لا بالعكس هي بتشرح لك مين الصديق والصديق اللي كويس ولا اه شو رأيك طبعا سي هي بتعطي نصيح هي بس تعطيك نصيحة كيف تكون صدقات لا هي بتسألك اسئلة انه هل هات صديقك ولا لا هي بتقول لك اذا طلعوا هي تحاول ان تعرف ما معنى هي تحاول ان مش تعزف تعرف من هو ايش الصديق مين صديقك بتحاول تعرفك فيه يا السلام يا السلام يا السلام نخد لي سكرينشوت لهذا الجزء تمام بالله عليكم كيف الحصة حلوة حلوة خفيفة رائقة مرتبة طيب بالله شو بيقول لك بالسؤال اللي بعده السؤال اسمع حاول انك هستتركز معي اكيد بيجي السؤال هات دوائر بالامتحان اول قطعة بيعطيك ياه وبدك يتجاوب بنعتبر لا معنى دوائر ولا معنى قطعة ولا ايش بنشوف فهمنا فاهمين ومش فاهمين ياه علماء النفس اكتب عندك علماء النفس يؤامنون اكتب عندك يؤامنون ان الناس الذين يرتدون مين اللي بيكونوا دائما مع بعض حسب القطعة اللي بلابسين ايش انتزيم لابسين ايش نظارات طبعا اكيد راح يجيب لك خيرات راح تكون القطعة قدامك بس احنا ها قاعدين نتذكر يلا اكتب عندك شو ما انا سمون شخص اكتب شخص ميت معناها تقابل وانت يريد يريدك ان يكون صديق واحد بدي يكون صديق انت عادة شو بدك تكون انا بدك تكون صديق مع حدا عشان انوية مكون لازم اكون 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 على ايش يلا ان اكون اكون صريح اذا هون ان اكون انسان صريح معه لازم يكون صريحين مع بعض ما اخبش علي ولا يخب علي طيب حسب ها شفتو حسب القطعة اذا القطعة لازم يكون موجودة او الخيارات حسب النص من السهولة ولا ليس سهل ايجاد ليس من السهولة ايجاد الايش الاصدقاء الجيدون على السوشال ميديا صح حسا هدا موضوع اخر ليش ما اختبنا هون بست فرند لانه هدا كيف داك تخوله هدا موضوع اخر لانه انت نسب تكتعرف على الناس اه فهو انا التواصل مع الناس اللي عن بعد على الانترنت مش حقيقيا وليس بشكل اكتولي شو معنى اكتولي فعليا يعني يعني مش ضروري يكون حقيقي ممكن يكون مزيف عامل حاله بضحك ونفسيته حلوة بس هو حياته صار فمش حقيقي الانترنت مش دايما بكون حقيقي ومرات بصدف انه حقيقي حسب دعوات الحج يلا اكتب عندك انه من المهم ان تكون مع الاصدقاء وتسمنه لبس ابروض شخص عايش برا البلد ودك تطلقوا اصحاب باللي عليك شو يجب نكون يلا كيب انتتش كيب انتتش كيب انتتش كيب انتتش يا كبير اخليك معاه على تواصل وسكرينشوت داك يلا سكرينشوت داك يلا ممتازين الطلع التمرينة ايش باعتماد تفهم القطع هاينا فاهمينها حلو اللي بعدها يلا look at these statements from the text and birds say if you agree or disagree يعني هتو سؤالة ايلك زي تفكر ناقد انت بتطفق ولا ما بتطفق انا بد اشوف تدرب حالي انا اصدر محمد وانت اجرب حالي opposites attract انا عندي شعر استاذ محمود اه محمد محروس عنده شعر فننطفق مع بعض اه والله نطفق نادر اقرع ونيث اقرع وقادي مع بعض اه والله نطفق بس بالاخير احنا الاربع اصدقاء تمام اذا opposites attract انو ضد يجذب اذا انا لا ولا ضد هذا الحكي اي ديسجري انا بالنسبة اي ديسجري غير ممكن يقول لي غير اي ديسجري انو اللي ضد بعض بصير بناتهم جذب حسب الانشاء الله حطوا اولئك بالاكس المتشابهون ينجذبون مع بعضهم البعض طيب احنا نحكي على اصدقاء احنا نحكيش عن بابا واخوي وايوان بخ ولا منحكي عن بكرا بس تجوز احنا نحكي على اصدقاء بس خلاص ركز good friends are fun to be الاصدقاء اللي كويسين هو حلو ممتع with and they are hard to find وصعب ايجادهم بقول له والله انك بتحكي صح ايجري انتو حظك هذا ايش بايوشانس طيب true friendship الصداقة الحقيقية lost for lifetime انتو اصدقاء حقيقيين بقول له طبعا راح نضلنا طول العمر بس انا يعني اياه بس اقري ليش كل ليش كل يقصر محمد ليش لانه لازم keep in touch لازم ضلع التواصل keep in touch keep in touch keep in touch انا هيك بس هو جهة نظري انا اختلف معك بس لازم keep in touch بصير انا اتفق معك يعني ايجري اذا كانوا keep in touch ايجري اذا فيش touch وخلصنا الى بعد best friends الاصدقاء الحقيقيون او الحميم الحميم يعني مخرب كثير الي know what you are thinking and how you feel طابعا ايجري وانت صديق حقيقي وما انت عرفش انا شو ماني شو مزعلني اذا انت لست حميم انت مغضوب عليك المهم اذا هذا answer students on answer يعني هذا اشي اجابة الطالب يعني هاي الاجابة انت حررين تقدر تجاوبتك يا كسؤال بسموه تفكير ناقد كتفكير ايه ناقد ابدي رأيك هذا رأيك تقدر انت تكتب رأيك وتبعتلي على الواتساب وانا اشوف اذا انك بتكتب صح او لا طيب خد سكينشتاتك لهذا التمرين يلا اخر تمرين واحد انا عاسب ان انت اخرت عليكم بس من هاتك وهذا يتميز بانه طويل شوي هو حلو بس طويل مش صعب طيب اذا منذكرين معاي القطعة يلا اخر التمرين خلص وعد هذا اخر التمرين خلص يعطيكو الفعاف يبا اقول لك في عندك افعال اسمو بي تكون تحصل كيب تبقي لت تدع ميك صنع ريلاي اعتماد شير مشاركة سبند ينضي تيرن زي تيرن اون و تيرن اوف يدور وكذا وزي هك تعالوا نشوف كيف يعني ننفهم معناه اي فاند ات ايزي انا بشوف انه هاد الاشي سهل انا شايف انه انت سهل بي فرنز او ثيب بيبول انه سهل ان تكون اصدقاء لان انت تكون اصدقاء لا تجت الحصول على اصدقاء مع الناس لا تكيب لا انت سب ايش بتقول لي ميك شو معنا ميك هون اطلع مناه يلا لصنع صنع تمام انك تكون صدقات مع الناس. تمام? تعمل اصدقاء تعمل اصدقاء. مع بعض. يعني مزبوطة لفعل. البعد. اه ركزلي في كلمة معناها جيد. اه اني انا اكوني كويس مع العالم والناس. اني انا اظلني معهم. اذا يلا شو بدها فعل اسمه. دول زي متلازمات مرتبطات مع بعض. احفظولي. يلا لبعدها. اني بحب اقضي وقت مع اصدقائي اكثر من العيلة. شوفوا واما بتلاقوا كلمة تايم. دغري بتجيب لي سبند. سبند امضاء الوقت. اذا احفظ اخلصنا من سبند امضاء وقت. اخلصنا منها كويس. اخلصنا من ميك منصونا الاصدقاء. اخلصنا من ان تبدو جيدا مع الجميع. تكون تكون كويس مع الناس. اخلصنا منها. يلا اللي بعدها. ان تكون في شيكل جيد. اللي بعدها. اي دونت يجو بلي انتوش. اه هيبعرفها انا. اللي هي ايش يلاك. جماعة خير يلاك. البقاء. كيب البقاء. كيب انتوش. من الصعوبة ان تكون كيب انتوش. بالعطلة زي ما تقوله احنا وزمناء نا مش كتير منضلنا عالتواصل. بس نرجو عالمدرسة. اهلين كيف حق? عبيبة حياك. طب بالعطلة الا ما نحكيش مع بعض. طيب راحت. اي نيفر ماي باك. باك. عمري ما انا مع صديق البدين قلت له رو رو. لفيت له هيت. اه لفيت. تيرن. لف. لف. تيرن رايت. لف يميل. لف شمال. تيرن يور باك. اذا باك. مرتبطة مع كلمة تيرن. اذا هنا اللي فهمنا. تتش مرتبطة مع كلمة كيب. باك مرتبطة مع تيرن. احفظوه لي اياه. اذا ميك فريند. احفظوه لي. يلا. ميك فرينز. جيت ويل. سبند تاين. كيب تتش. تيرن باك. السلام الانجيزي محلاق. تعمل. تقدرش تساعد الكل. ماشي. باك ماشي بقدرش تساعد كل الناس. بس عمري ما خذلت الناس. اوه. اذا اي نيفر ماي فريند. داوني يا جماعة الخير اي نيفر لت. عمري ما تركت. لفت هون معناها او لت. ماي فريند. وين عندنا كلمة لت. اه? لت. تركت. 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 تركة. ما عمري لفت. تركت. او لت. خليت. اه? بس هون بدنا اياها كمصطلح كامل انه تركت. يعني عمري ما خيبت. خلينا نحكي. خيبت. خيبت اصدقائي. ما بخيبهم بس بقدرش نساعد لكم منطق. اذا هون كلمة داون. اربط ليها بالفعل لت. لت داون. عمري ما فلت. تركت. سبت. حلو. اللي بعد. I think it's easier to open. ان تكون صريح. خلاص. ها يمي ارفع. to be. to be or not to be. تكون او لا تكون. تكون او لا تكون. تكون او لا تكون. كويس. اذا كمان خلصتنا منه. حلو. to be open with a friend. ان تكون ايش? او هنا برتبط مع بي. ان تكون صريح ومنفتح مع الاخرين. اللي بعدها. my best friend and I our feelings. انا وصديقي الحميم دائما نحكى مشاعرنا منعبر. نشارك نشارك. اذا بتقول يلا feelings. المشاعر يتم share. share وcare للكل. مشاركة المشاعر. اللي بعدها. I don't think I can on all my friends. انا صعب ان نعتمد على كل الناس. اوه. اذا هنا بمعنى rely on. خرف الجر on. بلزموا rely on. الاعتماد. الاعتماد على على الاصدقاء. مشاركة المشاعر. اذا هنا تقريبا احنا استخدمنا الكل. خلصنا keep. خلصنا rely. خلصنا share. اذا يلا نعيد الفيلم عشان خلص. خلصنا الفيديو يلا. make friends. get will. spend time. keep touch. turn back. let down. be open. share feelings. rely on. كيف الحصة كانت? حلوة. فخمة. رائعة. يا السلام عليكم. قدي منكم تعليق جميل في نهاية الفيديو. مشاركة للقناة. اذكروا كل اصدقائكم على الكومنتات. عشان نربحكم حدايا لو قدامي شوي لا اكثر طالب اعمل share وcare. ودعو الى الكل يعطيكم الف عافية. بتمنى نحصة جديدة ونستنوني بحصة جديدة. موعيد تنزيل الحصص دائما يا جماعة خير. جمعة بالليلة. السبب تنزل الحصص. باي باي الى لقاء.